كما التقت مصالح العداء في صنعاء وعدن والمحافظات اليمنية التقت أيضا في جزيرة سوقطرة إلا أن الشعب اليمني الذي صدى هجوما عدوانيا من قبل ما تسمى تحالف العدوان سيفشل كل المؤامرات فيمنية سوقطرة ظلت عبر العصور وأبناؤها دحر الغزاه من برتغال وبريطانيين وسيتحرون المستعمرين الجد تجاوزت مطامع اليمارات العربية المتحدة العودة إلى إدارة ميناء عدن بعد أن غيبت الميناء على عالم الملاحات العالمية خلال السنوات الماضية مقابل بقاء ميناء دبي على قيد الحياة إلى الاستحواذ على جزيرة سوقطرة بموجب صفقة تأجيل مع هادي ظاهره إنشاء مشاريع اقتصادية استثمارية سياحية وملاحية وباطله احتلال الجزيرة بإسناد أمريكي فأبو ظبي التي تعمل منذ سنوات على إيجاد موطئ قدم في الجزيرات التي تحتل موقعا استراتيجيا هاما لوقوعها في غرب المحيط الهندي وإشرافيا على خليج عدن والقرن الأفريقي تحت مختلف الجوانب الإنسانية والتنموية والخدمية ولم تسعى خلال العقود الماضية إلى إنشاء أي مشروع استثماري بل اتجهت نحو الاستقطاب وشراء الولاءات وتقديم التصهيلات لأبناء الجزيرة وتجنيسهم بغرض تهيئة البيئة المحلية لمشروع الضم والإلحاق عبر صفقات تأجير سبق لها أن فشلت في تحقيقها والغريب في الأمر أن دولة الإمارات التي فقدت جزر طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى بموجب عقود تأجير مع السلطات الإيرانية أبرمتها في سبعينيات القرن الماضي تسعى اليوم بعد أن فقدت الأمال في استعادة تلك الجزر إلى السيطرة على جزيرة يمنية عبر إبرام صفقة تأجير مع سلطات غير شرعية وبإشراف أمريكي لمدة 99 عاما ولإدراك الإمارات التي تشارك في قتل الشعب اليمني منذ أكثر من عشرة أشهر بأن أي وجود مستقبلي لها في الجزيرة سيكون مهددا لا محالة في حال نجحت مساعيها في توطيد وجودها في الجزيرة ساعت إلى إشراك الولايات المتحدة التي فشلت في الماضي بانشاء قاعدة عسكرية في الجزيرة تحت مبرر لمكافحة القرصنة البحرية وعلى الرغم من التقاء المصالح وتواءم المطامع بين واشنطن وأبو ظبي في سقطرة إلا أن الجزيرة التي حفظت على يمنيتها على مدى القرون الماضية وطاح أبنائها بأحلام الغزاة من بورتغاليون وبريطانيون ستطيح بأحلام الغزاة الجدد وأدواتهم وتفشل مخططاتهم ترجمة نانسي قنقر